السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم تعالى الكرام تباية قناة من الاخر وخلاص معكم محمد نور الدين خلنا نتكلم عن ترتيب مجموعات يورو 2020 بعد مباريات اليوم الاسنين 14-6-2021 كان عندنا اليوم ثلاث مباريات اهمهم مباراة اسبانيا امام السويد ويعني مباراة بولندا حصلت فيها مفاجأة ان سلوفاكيا هي اللي كيزبت بولندا المهم هنتكلم عن ثلاث مباريات باذن الله تعال بتاع اليوم ولكن كان في المسابقة محدش فاز فيها للأسف نتيجة المباراة بين اسبانيا والسويد محدش توقعها اللي توقع اثنين صفر الاسبانيا واللي توقع فوز السويد او فوز اسبانيا واحد صفر للأسف محدش توقع النتيجة صفر صفر بين اسبانيا والسويد من المشاركين ولكن في مسابقة جديدة بكرة باذن الله تعالى عندنا مباراتين قويتين مبارات البرتغال امام المجر ومبارات فرنسا امام المانيا اكتب لي بقى توقعاتك على الفيديو ده الفيديو عم بعد مباراة فرنسا امام الالمانيا طبعا هتكتب لتوقعاتك على الفيديو ده والفيديوهات الخاصين التانين دول وفي نفس الوقت هنختار زي ما زي ما احنا متعودين في المسابقة بتاعتنا المهم بدأت الجولة الاولى من يورو عشرين عشرين طبعا كل منتخب بيلعب سلاس مباريات زي ما احنا عارفين يعني في دور المجموعات كل عندنا ست مجموعات كل المجموعة فيها اربع منتخبات اول مباراة كانت الجمعة الماضية تركيا خسرت امام ايطاليا 0-3 يوم السبت 12-6-2021 ويلز تعدلت امام سلوباكيا 1-1 عدينا مرك خسرت امام فنلندا 0-1 بلجيكا فازت على سويسرا على روسيا عزرا 3-0 امس الاحد 13-6-2021 انجلترا فازت على كرواتيا 1-0 النمسا فازت على شمال ماجدونيا 3-1 وهولندا فازت على اوكرانيا في مباراة صعبة جدا على هولندا 3-2 اما اليوم الاسنين 14-6-2021 اتشيك قدرت تفوز على سكوتلندا 2-0 احرز ادفاية تشيك باتريك تشيك في الديه 42 وباتريك تشيك في الديه 52 بولندا خسرت امام سلوفاكيا 1-2 احرز ادف بولندا كارول لينيتي في الديه 46 في حل الطارد لعب كريتشوفياك في الديه 62 من جانب بولندا متبعاني الكرام هدفاية سلوفاكيا هدف مرماء اللاعب شيتشيسني احرز ادف مرماء بيلعب لوبولندا واحرز ادف مرماء لصالح سلوفاكيا في الديه 18 الهدف الثاني احرزه ميلان شكرينيار في الديه 69 لاعب سلوفاكيا وتنتهي المباراة فوز سلوفاكيا 2-1 اسمانيا تعادلت سلبيا امام السويد 0-0 زي ما قلتلك بكرة بإذن الله على الساعة 6 مسام بتوقيت مصر 7 مسام بتوقيت مكة المكرمة المجر امام برتغال والساعة 9 مسام بتوقيت مصر 10 مسام بتوقيت مكة المكرمة فرنسا امام المانيا خلنا نتعرف على ترتيب المجموعات ما تنساش تتوقع بالنتيجة المباراة المجموعة ايه او المجموعة الاولة في المركز الاول ايطاليا بثلاث نقاط ويلز في المركز الثاني بنقطة وحيدة سويسرا في المركز الثاني ايضا بنقطة وتركيا المركز الثالث والأخير بدون نقاط مجموعة B المجموعة الثانية بلجيكا متصدرت المجموعة بثلاث نقاط فاللندا في المركز الثاني بثلاث نقاط الدنمارك المركز الثالث بدون نقاط وروسيا المركز الرابع والأخير بدون نقاط مجموعة C المجموعة الثالثة النمسا متصدرت المجموعة بثلاث نقاط هولندا المركز الثاني بثلاث نقاط وكورانيا المركز الثالث بدون نقاط وشمال مجدوني المركز الرابع والاخير بدون نقاط المجموعة دي او المجموعة الرابعة تشيك في متصدرة المجموعة بثلاث نقاط انجلترا في المركز الثاني بثلاث نقاط كرواتيا في المركز الثالث بدون نقاط واسكوتلندا المركز الرابع والاخير بدون نقاط مجموعة ايه المجموعة الخمسة اسلوفاكيا متصدرة المجموعة بثلاث نقاط اسبانيا المركز الثاني بنقطة السويد المركز الثاني ايضا بنقطة وبولندا المركز الثالث والاخير بدون نقاط والمجموعة اف المجموعة الاخيرة لسه ملعبتش من برئتها وتضم المجر والبرتغال وفرنسا والمانيا خلنا نتعرف سريعا على ترتيب الهدفين متماعي الكرام ده صدر الهدفين باتريك تشيك لعب التشيك في المركز الاول احرز هدفين يتساوي معه ورمله لقاكو لعب بلجيكا بهدفين ايضا مركز الثاني بهدف يارب مولينكو لعب اوكرانيا وبريل امباولو لعب سوسرا وتشيرو مبيل اللعب لايطاليا ودينزل دوم فريس لعب هولندا وغران بانديف لعب شمال مكدونيا وفاينالدوم لعب هولندا وجويل بوهيان بالو لعب فنلندا وكارول لينيتي لعب بولندا وكيفر مور لعب ويلز ورونز انسيني لعب ايطاليا وماركو لعب النمسا وميكاين لعب النمسا وميلانش كرينيار لعب ستوفاكيا ورحيم سترلينج لعب انجلترا ورومان يارامنتشوك لعب اوكرانيا واشتيفان لينر لعب النمسا وثومس ومونير لعب بلجيكا وفتر في يغرس لعب هولندا اشترك في القناة وفعل زر جرس عملاك الفيديو وكان معكم محمد نور الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة